وينضم إلينا من بغداد الصحفي والمحلل السياسي وعلي الحبيب سيد علي ورحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية كيف تقرأ صحب مرسوم البطريارك ساكو وما تأثير ذلك على مكانته وصلاحيته تحية طيبة لك سيد العزيز والجمهور الكريم يعني بالحديث عن المشكلة التي حصلت قبل فترة قصيرة ما بينها هي غريان الكلداني وسيادة البطريارك ساكو هي قضية سياسية بحثة تبدأ مشكلة منذ نهاية 2019 حول المقاعدة الانتخابية والصراعات السياسية وتحول الموضوع اليوم يأخذ مسار استهداف ديني بقضاء سياسي وهذه هي بحثة مشكلة تدخل في السياسة العامة بالنسبة للمسيحيين في العراق فالكنيسة قد وجهت منذ زمن بعيدة أن هناك لا حاجة لوجود هناك فصائل مسلحة وإن كان هناك فصائل مسلح يجب أن تندمج مع القوات العراقية وليس الدخول في فصائل منفصلة معروف لدى الجميع أنه رأينا الكلداني قد شكل فصائل مسلح بكتيب رقم 50 أو الفصائل رقم 50 وانضوى تحت الحجد الشعبي للدفاع عن المناطق وهذا الأمر هو هناك عدد كبير جدا من شارك بهذا الموضوع لكن ما بعد 2019 وتحرير المناطق هذه توجهت الكنيسة إلى رفض هذا الموضوع وطلب من عدوة الاندماج وانخراج بالقوات الأمنية العراقية الابتعاد عن هذه القضية قضية الفصائل المسلح باعتبار أن مسيحين العراق هم مسالمون وبعدون عن قضية الشكل العسكري لكن مشكلة تفاقمت في قرب الانتخابات باعتباره هناك مقاعد الكوتا للمسيحيين في العراق هي خمس مقاعد وتم الاستحوال عليها من قبل ريان الكلداني فهذه هي صلب المشكلة الأساسية التي وصلت لها الحال طبعا يعني اليوم هناك برأيك ضغط على رئيس الجمهورية من قبل بابليون أو حتى ريان الكلداني على حد تعبير البطريارك ساكو لسحب هذا المرسوم الرئاسي وتوجيه حملة ضد البطريارك ساكو يعني بالتأكيد نعم بالتأكيد هو المشهد واضح هي تأثير سياسي بحث يعني لا حاجة للدخول في تفاصيل قانونية الموضوع السياسي وتم تسييسها بشكل كبير جدا لذلك نشوف أنه اليوم الاستهداف كان استهداف واضح لشخصها وليس الاستهداف لجهات أخرى هناك جهات أخرى لمن تم سحب القرار معهم الجمهورية لكن تم استهدافه شخصيا لساكو وهذا الموضوع بحث ذات أثار جدا كثير جدا فاليوم التلعبات السياسية وممكن ان تصرف هي معركة ما بين الكنيسة وما بين انطار التنسيق يأثر على صلاحيات هذا المرسوم القريب وهي تتعود لقضية انتخابات وبلعب سياسية يعني بالتأكيد اليوم الجماهير اللي نزلت وساندت بحث ذاته هو يستمد السلطة من الجماهير وخصوصا الجمهور المسيحي قد أيد لسلطة البطرياك ساكو لذلك أنا شوف لن تؤثر عليه من ناحية الشعبية كجماهير لكن من ناحية القانوني يعتقد أن تمسح بالصلاحيات من قبلها ما أمكانية تدخل حكومة السودانية في هذه القصة أو حتى التأثير الدولي وتأثير الفاتيكان للعدول عن هذا القرار يعني لغاية الآن لم نشاهد من حكومة السودانية هناك تأثير أو تدخل في هذه القضية ترك الموضوع مفتوحا تمأمن وخصوصا نحن اليوم هناك صراعات بالطبقات السياسية فيما بينها اليوم الصراعات هذه مستمر وهي مصالح سياسية بالدرجة الأولى فحكومة السودان قد كانت التزمت الصمت بهذا الخصوص لكن كتأييد دولي للكنيسة في العراق كانت تأييد كبير جدا وهذا بحث ذاته قد يدفع بالأيام المقبلة أنه العدول من هذا القرار سيد علي ابقى معنا لو سمحت سنناقش قضية أخرى وهي تجديد مجلس القضاء الأعلى على تحريك قضايا الإدانة ومعاقبة المسئل للرموز الدينية نتابع هذا التقرير ثم عود إلى ضيفي الكريم جدد مجلس القضاء الأعلى عبر توجيه له كافة الأجهزة القضائية بتجديد الإجراءات ضد مرتكبي الإساءة إلى المعتقدات ورموز الدينية ودعى مجلس القضاء في تصريح له مجلس النواب إلى ضرورة المضيء بتشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استخدامها لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي والحفاظ على رمزية ومكانة المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية مطالبة مجلس القضاء تأتي بالتزامن مع إقدام متظاهرين يرددون هتافات مؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى صدر بإغلاق مقرات تابعة لحزب الدعوة الذي يرأس نور المالك في بغداد وبعض المحافظات تنديداً لمواصفوه بالإساءة التي وجهها أنصار حزب الدعوة إلى المرجعيات الدينية للتيار الصدري وفي إطار ردود الفعل انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى صدر في تغريدة له الهجمات التي استهدفت مقرات حزب الدعوة وبعض الفصائل الشيعية محذراً من سعي جهة قال إنها تسعى لإحداث فتنة شيعية اتلاف إدارة الدولة المنضوي معه حزب الدعوة عقد اجتماعاً بحضور رئيسي مجلس الوزراء والنواب وقادة الكتل السياسية المشاركة في الاتلاف دعا في بيان له إلى ضرورة التحلي بالحكمة وعدم الإنجرار خلف الأصوات الدعية ضمناً وعلانيةً إلى خلق الفتنة وضرورة عدم الإساءة إلى الأمن المجتمعي والسلم الأهلي هذا وناقش اجتماع بعض القوى السياسية تحت قبة البرلمان مسألة الدقة في صياغة بنود قانون تجريم المعلوماتية خاصة بما يتعلق بالإساءة إلى الرموز الدينية وبالعودة لضيفي من بغداد الصحفي والمحلل السياسي علي الحبيب سيد علي ورحبك مجدداً إذن من هي الجهة التي تستطيع أن تحدد معايير الإساءة إلى الرموز الدينية ورجال الدين؟ سيدة العزيزة منذ 2018 كان هناك الدفع لقانون الجرام المعلوماتية هذا القانون الذي هو مطاط وبحث ذاته يجعل ويزرع المخاوف في دفوسة العراقيين باعتبار أن هناك عبارات مطاطة كبيرة جداً تستعمل في هذا القانون ولا يجد هناك تحديد لما هي الحرمة والقدسية لهذه الأشياء باعتبار يوم أن العراق متعدد الأديان هناك تعدد للقدسات وما بين كانت هناك شيعية أو سنية وكانت مسيحية وغيرها من الأديان هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع بقضية مجمل القانون مجمل القانون هو مرفوض وهناك صراع في الشارع العراقي ومحاولات من قبل جهة سياسية لاستغلال هذا القانون لتكميم الأفواه واسكات المعارضين لكن هناك جزئية مهمة يحتاج إلى أن تكون مشرع بعيداً عن هذا القانون قانون الجرائم المعلوماتية اللي هو تمنع قضية من يثير النعرات الطائفية ومن يدخل فيها المشاكل وسب الرموز الدينية لكن الدخول في قضية حرية التعبير اتجاه شخصية سياسية هذا بحث ذاته هو المشكلة في هذا القانون اليوم القانون دخلني في تفاصيل الدقيقة لو وجدنا أنه هناك تشدد لو طبق سيزج ممكن نصف الشعب العراقي سيزج في السجون باعتبار أنه اليوم هذا القانون يمنع التعاملات بالألكترونية والرسائل وهناك رقابة وهذا هو منافي تماماً لما نص عليه دستور العراق في المادة 38 والمادة 40 والمادة 42 لحرية الفرق باستعمال وسائل التواصل وغيرها فهناك مشكلة بهذا الموضوع نعم بالتأكيد هناك نصوص موجودة بالقانون العراق تحتاج إلى تطوير لأنه نحتاج إلى تشريع قانون مرة أخرى هذا القانون تستعمل به عبارات مطاطية تجعل هناك مزاجية سياسية في الشارع العراقي لإسكات المعارضين وإسكات الجهات التي ترفض الإداءة الحكومية أو غيرها فهي اللعبة بهذه المطاطية هذه هي المشكلة الأساسية من يتحمل مسؤولية تطويرها أو من الذي قد يثق بهم الشعب لتطوير بنود هذا القانون ما هي المشكلة هنا أنا لا تجثق كافية ما بين الشعب وما بين السلطة التشريعية اللي هو مجلس النواب لذلك اليوم نشوف أنه الجهة المسيطرة هي من تحاول أن تشرع هذا القانون وتحاول أن تستهدف من هو معارض لها لذلك اليوم هذا الموضوع يحتاج لأن تكون هناك جهات تضع هذا القانون تراعي كل المعايير الدولية باعتبار اليوم العراق أيضا وقع على معاقدة على اتفاقيات دولية تراعي حقوق الإنسان وحرية الفرد وكذلك الدستور العراقي بالدرجة الأولى فاليوم هذه النصوص الموجودة في هذا القانون هي مخالفة تماما للدستور العراقي لذلك يحتاج لنسن قانون مختلف تماما قانون عادل قانون ينظر إلى الجرائم الحقيقية وليس ينظر إلى ما يعبر عنها الفرد اليوم هناك حتى بالدستور العراقي يمنع المراقبة بالقضايا التي تخص الأمن الوطني والأمن القومي للشعب العراقي أما النظر إلى أنه تمنع الصحفيين وتمنع المدونين وتزجبيهم بالسجون وبعقوبات تصل إلى 15 مليون وكذلك السجون إلى 10 سنوات هذا بحد ذاته أمر مرفوظ تماما بالعودة إلى الأزمة الأخيرة التي حدثت بين التيار الصدري وحزب الدعوة برأيك هل من الممكن اندلاع صراع أو فتنة شيعية أنا لا أعتقد أن الموضوع سيستمد أو يمتد إلى هذا لأنه سبق وأن حصلت المشكلة محور المشكلة الأساسي هو الانتخابات الماضية والانسحاب التيار الصدري من العملية الانتخابية وعملية السياسية هذا هو من زرع المشكلة وهناك على مدى عقد هناك مشكلة ما بين أنصار التيار الصدري والتيار الصدري هو عموما وكذلك دولة القانون المثلة بنور المالك هذا الصراع مستمر هو صراع سياسي ما بين أطراف لكن هناك من يحاول أن يزعزع المشكلة ويحرك المشكلة ويثير الفتنة مرة أخرى لأهداف سياسية باعتبار قد اقتربنا إلى انتخابة مجالس المحافظات ويحاول هناك من يثير هذه الفتنة في الشارع العراقي لذلك أنا أعتقد أنه السيد الصدر لن يقبل بهذا الموضوع وتغريدة الأخيرة للسيد الصدر كانت واضحة جدا ترفض تماما إشعال الفتيل النار بهذا الشكل وترفض تماما أنه تجاوزت على الرموز الدينية وهذا الأمر طبعا مرفوض من قبل كل العراقين أن تم التجاوز على الرموز الدينية ومتنى كثيرا لك على حضور كمانا من بغداد الصحفي والمحلل السياسي علي الحبيب شكرا جزيلا لك